أهلا بكم سنة 5 ابتدائي في درس جديد من دروس مادة الدرسات الانتماعية هنحل إن شاء الله مع بعض الاختبار الأول من اختبارات سلاح التلميذة على شهر نوفمبر صفحة 142 الفصل الدراسي الأول على قناة العلم والمعرفة السؤال الأول لاحظ الخريطة ثم أجب يشير رقم 1 إلى البحر طبعا اللي هو شمال مصر ده ده البحر أقوله البحر المتوسط السؤال رقم 2 يشير رقم 2 إلى منطقة لاستخراج معدن طبعا ده معدن إيه أقوله معدن الحديد السؤال رقم 3 يشير رقم 3 إلى منطقة يستخرج منها الرقم 3 ده اللي هو خليج إيه خليج السويس ده بيستخرج منها البترول والغاز السؤال الثاني أتمن العبارات التالية بالكلمات المناسبة رقم 1 أحد مصادر المياه العزبة في مصر مياه عزبة في مصر بحيرة أقوله بحيرة ناصر السؤال رقم 2 استخدم المصر القديم في صناعة الحلي وأدوات الزينة معدن أقوله معدن إيه الزهب معدن الزهب كان بيصنع منه أدوات الزينة والحلي السؤال رقم 3 أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية طاقة بمحافظة أقوله محافظة أسوان تحديدا في قرية اسمها قرية بنبان في أسوان السؤال رقم 4 ظهرت عمليات البيع والشراء بعد اختراع أقوله النقود السؤال رقم 3 أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم 1 استخدم المصريون القدماء القمح كنقود سلعية أقوله هذه العبارة إيه؟ هذه العبارة صحيحة السؤال رقم 2 أقيمت محطة كهرباء إسنى لتوليد الكهرباء من الشمس أقوله العبارة خطأ محطة إسنى طبعا دي توليد الكهرباء من المياه عشان كده بنقول عليها الطاقة الكهرومائية السؤال رقم 3 صنع المصري القديم بعد أدواته من عزوم الحيوانات أقوله هذه العبارة إيه؟ صحيحة السؤال رقم 4 اختر الإجابة صحيحة مما بين القوسين رقم 1 تقوم الزراع على مياه الأمطار الشتوية أول ما سمع كلمة الأمطار الشتوية أقوله على طول الساحل الشمالي السؤال رقم 2 يستخدم المنجنيز في صناعة الدهانات السؤال رقم 3 يساهم نشاط التعدين في القضاء على نشاط التعدين بيساهم في القضاء على البطالة السؤال رقم 5 أجب عما يأتي قارن بين الموارد الحرة والموارد الندرة من حيث المفهومي هو عايز يعرف تعريف الموارد الحرة والموارد الندرة أقوله الموارد الحرة هي الموارد الموجودة بكميات غير محدودة وتفي حاجة السكان مثل الهواء والشمس الموارد الندرة هي المواردة التي لا تكفي حاجة السكان وندرتها تسبب مشكلة زي إيه؟ زي المياه العزبة أو الطربة بكده حبيب قلبي ننتهي من حل اختبار سلاحة تنميز على شهر نوفمبر الاختبار الأول صفحة 142 بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة الانديون المعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي يسيركم كل جديد وإلى اللقاء